اشتركوا في القناة الكلام عن شهادة أن لا إله إلا الله وهذه الكلمة لها قرينة لا بد منها شهادة تقارنها لا تصح إلا بها وهي من مقتضاها وهي الشهادة أن محمدا رسول الله فمن أراد الدخول في الإسلام لا بد أن ينطق بهتين الكلمتين وأن يعتقد معناهما يعتقد بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وبأن محمدا رسول الله ومعنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه موحى إليه من الله أرسله إلى الناس كافة هذا معنى ذلك وأنه مرسل من الله لجميع الناس العربي والعجمي وإلى أن تقوم الساعة هو رسول الله تبارك وتعالى الواجب الإيمان به والطاعة هذه الشهادة لها مقتضى هذه الشهادة لها مقتضى شهد بأن محمدا رسول الله شهد بأن هذا الرسول الكريم أرسله الله لنا ما إذا يقتضي ذلك؟ يقتضي أربعة أمور طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر ما أمرنا به نطيعه فيه وتصديقه فيما أخبر كل ما أخبرنا به نصدقه من خبره عما يخبر من قوله ومن خبره عن الله عز وجل وكلامه والقرآن تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر هذا الثالث ما نهان عنه نجتنبه والأمر الرابع ألا يعبد الله إلا وفق ما شرع على لسانه صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة هي مقتضى الشهادة بأن محمدا رسول الله وتدلها جملة كبيرة من الآيات الموجبة لطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والموجبة للثبات على الصلاة المستقيم والحذر من التفرق والابتداع في دين الله تبارك وتعالى ووجوب الإيمان بهذا النبي وبأخباره جملة من النصوص منها قول الله عز وجل قل أطيع الله وأطيع الرسول قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجده في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وقوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه الشهادة تقدم معناها معنى كلمة أن محمدا رسول الله طيب ما معنى أن أشهد بذلك تقدم في اللقاء السابق أن الشهادة لا تكون شهادة إلا بالنطق بها والعلم بمعناها واعتقاد هذا المعنى لا بد من ذلك طيب نطقنا بأن محمدا رسول الله ما معنى أني شهدت بأن محمدا رسول الله الشهادة بأن محمدا رسول الله هي اعتقاد الإنسان بقلبه ونطقه بلسانه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين إلى الناس كافة وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده وأن يعمل بمقتضى ذلك أن يعمل هذا المتشهد هذا الشاهد بأن محمدا رسول الله يعمل مقتضى ذلك من تحقيق الطاعة والاتباع فأي شهادة لا بد فيها أن يتبعها التزام وتطبيق وعمل فهي قول واعتقاد وعمل وهذا الإسلام هذا الإيمان الإيمان قول واعتقاد وعمل بالجوارح وبهذا يكون العبد مسلما كنا قد شرعنا في اللقاء السابق بهذا الركن ركن الإيمان بألوهية الله تقدم معنا بيان أن الخصوم وقعت فيه وأن هذا الركن له مفتاح ولا إله إلا الله ثم ذكرنا محمدا رسول الله ثم نرجع إلى بيان التعريف الذي ذكرناه سابقا إفراد الله بالعبادة ما معنى العبادة الإفراد تبين معنا هو عكس التسوية التسوية أن يعطي ما لهذا لهذا يسوي بينهما هذا الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله هذا الشرك كما تقدم طيب ما معنى العبادة هذا الأمر من أعظم الأمور التي تجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يحذر من أضدادها العبادة هي كل أمر علمنا أن الله أمر به أو أن الله يحبه ومن محبته أن يثني على أهله يعني كل أمر رأيت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه أو يأمر به أو يثني على أهله فهو عبادة لذلك عرفه بعض العلماء فقال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله sangat ويرضاه كل ما يحبه الله ويرضاه أينما وجدت أن الله يحبه شيئا فهو عبادة سواء أحبه بأمره به أو بثنائه Tip أو بثنائه على أهله أو بما وعدهم في الجنة كل هذه شواهد على أن الله يحبه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فيشمل جميع ذلك حتى الأعمال الباطنة فيدخل في ذلك سم ما شئت يدخل في ذلك من الأمور القولية والعملية والاعتقادية وأمور المالية أيضا عبادات مالية كلها داخلها كالذبح والنذر والتوكل والصلاة والإنابة والخشية والرهبة والرهبة والمحبة عبادات كثيرة هذه العبادة هي حق الله تبارك وتعالى العبادة حق الله فلا يجوز أن تصرف لغيره إذا علمت أنها حق لله خاص فلا يجوز أن تصرف لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لميت ولا لصالح ولا لأي أحد لأنها حق الله هذا أصل أصيل لا بد أن يستقر في قلب المسلم أن العبادة هذه لله وهي حق الله لا يجوز أن تصرف لأحد أي أن كانت كل ما كان عبادة فصرفوه لغير الله لا يجوز وصرفوه لغير الله الشرك ما الدليل على أن العبادة حق الله قول الله تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ قَضَى بمعنى أَمَرَى 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 اللَّهُ أَلَّا يُعْبَدَ إِلَّهُ تبارك وتعالى طيب دليل آخر قول الله عز وجل وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى يا عيسى بن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَهَيْنِ من دون الله أنت قلت للناس اتَّخِذُونِ إِلَهًا وَأُمِّي إِلَهَةً قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك نزأ الله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إذن ليس هو له بحق ليس لعيسى ولا لأم عيسى ولا لأحد ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا لغيرهم أي حق في العبادة يقول عيسى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس ذلك له بحق فعلم بذلك أنه لا حق لأحد في العبادة إلا الله عز وجل وهنا محل الخلاف الذي وقع بين أعداء الرسل وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يدعى إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله يقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير تأمل كيف أن الله عز وجل سمى صنيعهم هذا شركا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فإذن كان دعاؤهم إياهم في الدنيا شركا يحاسبون عليه يوم القيامة فمن دعا غير الله فقد أشرك بنص القرآن ويقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسمى داعي غير الله كافرا في هذه الآية ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فكل من دعا ميتا أو غائبا بعيدا في بلد أخرى لا يمكن إسماعه أو حاضرا حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه فقد وقع في الشرك الأكبر وعياده بالله لأنه صرف العبادة لغير الله صرف عبادة الدعاء لغير الله طيب من العبادة أيضا التوكل قلنا العبادة حق الله لا يتوكل إلا على الله ما الدليل أنه لا يتوكل إلا على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وتقديم الجار المجرور يفيد الحصر والاختصاص وعلى الله فتوكلوا أي لا تتوكلوا على غيره لذلك قال بعده إن كنتم مؤمنين والتوكل هو اعتماد القلب أما التوكيل فهذه شيء آخر التوكيل أو الوكالة هي إنابة شخص لفعل شيء يقدر عليه هذه ليست اعتماد القلب هذا وكالة اسمها أما التوكل الذي لا يجوز إلا لله هو اعتماد القلب اعتماد القلب هذا لا يجوز إلا أن يكون على الله تبارك وتعالى ولا يذبح إلا لله هذه عبادة الذبح عبادة عظيمة يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي نسكي أي ذبحي لله رب العالمين لا شريك له لله تفيد الاختصاص ظاهر ثم أكد ذلك لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين فنقول كل من ذبح بقصد تعظيم غير الله إنسان يذبح الآن ذبح أي شيء دجاجة شاة بقرة يذبح إذا قصد بذبحه تعظيم غير الله في هذا الذبح أو التقرب إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر مجرد أن يتقرب بهذا الذبح لغير الله فهذا الشرك لا بد لكل ذبح إذا أراد أن يكون مسلما موحدا وأن تكون ذبيحته مرضية عند الله لا جيفة ميتة أن يكون مشركا عليا بالله أن يعظم بها الله أن يكون قصده من الذبح تعظيم الله والتقرب إلى الله ثم بعد ذلك شيء آخر يريد يطعمها لضيفه يريد أن يأكلها يريد أن يتصدق بها أن يوزعها للمساكين هذا باب واسع بعد ذلك لكن ما مقصوده من ذبحها تعظيم من يعظم من بذبحها إن عظم الله فهذا هو التوحيد وعكسه هو الشرك ولا يحلف بغير الله فإنه من شعار الجاهلية وسماء جاء في تسميته في بعض الحديث بالشرك يقول صلى الله عليه وسلم ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش يقول ابن عمر تحلف بآبائها فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائكم ويقول ابن مسعود مبينا عظم خطورة الحلف بغير الله قائلا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا يحلف بالله كاذبا مع أن هذا اليمون الغموس وهذا كبير من العظم الكبائر هذا أهوى عند ابن مسعود وعند علماء الإسلام من الحلف بغير الله صادقا لأنه شرك والشرك أعظم الذنوب وبهذا يتبين أن هذا الأصل العظيم الجامع يمشي معنا ويدخل ويتطرد في جميع أبواب العبادات وهو أن العباد حق الله لا يجوز صرفها لغير الله وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة